موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها هشاشة العظام هي عبارة عن نقص في الكثافة العظمية وليم في العظم هشاشة العظام مرض بلا أعراض واضحة فما هي أسبابه وكيف يمكن الوقاية منه والعلاج موسيقى متابعينا على مواقع التواصل هل لديكم استفسارات عن مرض هشاشة العظام؟ أرسلوا بها إلينا ليجيبكم عنها ضيف حلقة اليوم من ساعة صباح وذلك عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستجرام تشاركونا موسيقى يعد مرض هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشاراً وعلى الرغم من أنه يصيب النساء بمعدل أكثر من إصابته للرجال إلا أنه يشكل خطراً على الجنسين على السواء ويهدد المرض المصابين به بالتعرض لكسور في العظام من أبسط الحركات أو الصدمات كما تكمن خطورته كذلك في أنه ليس له أعراض واضحة وعن أسباب الإصابة بهشاشة العظام وطرق الوقاية منه وكذلك عن وسائل تشخيصه وعلاجه تدور حلقة اليوم من ساعة صباح فتابعونا هشاشة العظام هي عبارة عن نقص في الكثافة العظمية ولين في العظم ويكون غالباً ناتج عن نقص العوامل الرئيسية لبناء العظم اللي هي ويتامين دي والكاليسيوم الحقيقة غالباً ما يصيب النساء قريباً يصيب واحد إلى ثلاث نساء في العالم قلناً ما يصيب الرجال بنسبة واحد إلى خمسة حالات الهشاشة تقسم إلى قسمين رئيسية القسم الأولي الذي يسمى بالبرايميري أوستيو بروسس وهذا يكون ناتج عن تقدم العمر أو انقطاع الدورة الشهرية أو الطمث لدى النساء النوع الثاني الذي يسمى بالسيكندري أوستيو بروسس تكون هناك أسباب ثانوية لنقص وضعف فيها شاشة وكثافة العظم في الغالب يكون نتيج استخدام العقاقير الطبية مثل الكورتزون وبعض المواد الكيميائية أو نتيج تعرض الإشعاع الكيميائي أو خلل في بعض الهرمونات مثلاً قصور الغدى الدرقية أو قصور الهرمون الأنثوي أو الهرمون الذكري أو تكون سبابة غذائية مثلاً نقص التعرض لأشعة الشمس وبالتالي نقص كاليسيوم والبويتامين دي وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد التونسي استشاري جراحة العظام والأستاذ بجامعة الزعزي أهلاً بك دكتور أحمد وننوه مشاهدين إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر صباح الخير دكتور وأهلاً بك عندما نتكلم في البداية عن مرض هشاشة العظام تعطينا فكرة عن ما هو هذا المرض بسم الله الرحمن الرحيم مرض هشاشة العظام لهم مسمات كثيرة مثل ترقق العظام أو وهن العظام أو تخلخل العظام أو تنخور العظام كلها مصطلحات تؤدي نفس المعنى ومعناها أن يحدث نقص في الكتلة العظمية في الجسم نتيجة نقص في أنسلة العظام أو نقص في المعادن المترسبة وخاصة الكالسيوم في العظام يؤدي ذلك إلى ضعف شديد في العظام مما يجعلها سهلة الكسف وهذا هو شاشة العظام عندما نقول كثافة العظام المقصود بها هي نسبة الكالسيوم في العظام أو ما المقصود بها؟ نعم، هي مقصود بها نسبة الكالسيوم في العظام حيث كلما قلت نسبة الكالسيوم قلت كثافة العظام وبالتالي أصبحت هشة وسهلة الكسف إذا أردنا تصنيف لهشاشة العظام هل نقول أنه يصيب السيدات أكثر من الرجال؟ وبالطبع طبعاً هو يصيب السيدات أكثر بكثير جداً من الرجال وهو يصيب حوالي 50% من السيدات ما السبب أنه يصيب السيدات أكثر من الرجال؟ بالسببين، سبب حقيقي وسبب ظاهري السبب الحقيقي أن السيدات بعد سن مقطع الطمث أو سن اليأس ينضب الاستروجين في الجسم والاستروجين هو هرمون أنثوي وهو مسؤول عن منع أو ترسيب الكالسيوم في العظام وبالتالي مجرد دخول المرأة في سن اليأس يحصل تخلقه الكبير لنسبة كبيرة من الكالسيوم من العظام إلى خارج العظام السبب الظاهري أن المتوسط العمر في النساء أكبر من الرجال وبذلك يكون نسبة كبيرة من النساء يعملنا أكثر من رجاله ويكونون عرضة لحدوث هشاشة العظام أكثر من الرجال إذا كان بالنسبة للسيدات كما تفضلت هو نقص الهرمون بعد السن معينة بالنسبة للرجال أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالهشاشة بالنسبة للرجال أول شيء كما ذكرنا هو السن يعني بعد سن السبعين أو الخمس سبعين بيصاب نسبة كبيرة من الرجال بهشاشة العظام أسباب أخرى تتعلق بنقص هرمونات معينة مثل هرمونات الذكرية تعرض الرجل لأمراض معينة تمنع من متصاص الكالسيوم زي أمراض السيليك ديزيز أو الأمراض التي تمنع متصاص الكالسيوم كذلك استعمال أدوية معينة لفترات طويلة مثل الكورتيزون مثل الأنتي كونفالسنط وهي الأدوية ضد التشنوجات مثل الهيبارين الناس عندهم جلطات مثل الكوليسترامين الناس اللي بيأخذوا علاد للكوليسترول العالي أدوية اللي هي مضادات السلطانات أو مضادات في زراعة العضاء تستخدم لتثبيت المناعة أيضاً تؤدي إلى حدوث هشاشة في العظام هل هذا يعني يا دكتور أن هذا المرض لا يصيب الصغار أو أن الفئات العمرية محددة التي يصيب هذا المرض؟ نعم هو يصيب الصغار أيضاً وتكون هناك أسباب ممكن سبب وراثي في مرض العظم الزجاجي هو نوع من هشاشة العظام حيث يكون هناك عامل وراثي يؤدي إلى خلل في تركيب العظام من نفسها وما يسمى بالعظم الزجاجي هو له درجات متفاوتة من الخطورة أو من الشدة كذلك إذا تعرض الطفل للأسباب التي ذكرها أدوية معينة تستعمل مثلاً في علاج الروماطايد أو أدوية المناعة أو ضد المناعة أو نقص شديد في الهرمونات الذكرية أو نقص لأسباب معينة تؤدي إلى هشاش العظام في الأطفال أو في السن الصغير ولكن هناك أمراض معينة أو أدوية معينة هي التي ولكن في الحالة الطبيعية الإنسان في أي عمر يبدأ أن ينتبه إلى هذا المرض ربما يصيبه وتحت هذا السن لا ربما يصيبه هو السن العمرية الحرجة بالنسبة للسيدات في حدود 60-65 سنة الرجال في حدود 70-75 سنة هذا السن الحرج في الزوف الطبيعية فهو السن الحرج في نسبة سيدات فترة ما بعد انقطاع الطمث حيث ينقص الهرمون الأنثاب والإستروجين بنسبة كبيرة جداً ويبدأ تخلخل الكالسيوم من الضعم وبذلك تصاب السيدات في سن أقل من إصابة الرجال فيه ولكن هو في الظروف الطبيعية يبدأ الإصابة به بعد سن 60 في السيدات وبعد السبعين في الرجال نلاحظ في بعض الحالات أن أشخاص في عمر الأربعين أو في عمر مصابون بهذا المرض هل هل العامل الوراثي هو الذي يحدد عمر الإصابة؟ العامل الوراثي له دور فعلاً أن العائلات التي يوجد فيها أفراد مصابون بهشاشر العظام يكون فيه نسبة عرضة لإصابة بنفس المرض ولكن إذا كان الإصابة في سن حديث كما ذكرت في الأربعينات مثلاً نبحث عن أسباب وراثية غير الوراثية مثل الأدوية أو الأمراض أسباب خارجية أخرى لأنه فيه هشاشة عظام برايمري أولية وثانوية أولية التي تحدث لقائياً عن طريق الإيجينج أو العمر أو السن الأسباب الثانوية التي تكون لها أسباب معينة خارجية زي أدوية أو أمراض معينة نعم طب دكتور هل ترتبط الإصابة بهذا المرض بكمية الكاليسيوم المتناول أو معنى الصحة العادات الغذائية الصحية؟ بلا شك طبعاً الكاليسيوم هو العنص الأساسي أو حجر الزاوية في قوة العظام فإذا نقص كمية الكاليسيوم المتناسبة في العظام يؤدي إلى شاشة العظام وبالتالي نقص الكاليسيوم في الطعام أو نقص فيتامين D الذي يساعد على منتصاص الكاليسيوم وبالتالي سيؤدي إلى نقص الكاليسيوم الداخل للجسم ونقصه بالتالي الكاليسيوم الذي يترصف في العظام وبالتالي يؤدي إلى شاشة العظام فالعادات الغذائية لها دور كبير جداً في نشوء هذا المرض حيث أن في أطعيمها معينة أو مشروبات معينة مثلاً مثل المشروبات الغازية نعم تحتوي على نسبة كمية الكافيين تقلل منتصاص الكاليسيوم وتؤدي إلى تخلخل الكاليسيوم من العظام المشروبات الكحولية كذلك التدخين ثبت أنه هو بيعامل مساعدة في حدوث هشاشة العظام العادات الصحية أو العادات الاجتماعية مثلاً في بعض مجتمعات قد لا ترى الشمس موجود الشمس في بلادها بصورة وضحة جداً وبالتالي يؤثر على امتصاص البيتامين دال لأن الشمس تعمل على تصنيع فيتامين دال في الطبقة ما تحت الجلد فإذا لم نتعرض للشمس بصورة كافية خاصة في الأوقات التي هي الشمس الصفرة ساعة الشروق وساعة الغروب إذا لم نتعرض للشمس فبالتالي ينقص فيتامين دال الموجود وبالتالي ينقص الكاليسيوم الذي يتم تصاصه من الأمعاء حتى لو أخذنا كمية كبيرة للكاليسيوم قبل أن ننتقل إلى أعراب هذا المرض وطرق العلاج نتوقف مع مجموعة من المعلومات الأساسية حول مرض هشاشة العظام نتابع معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونتوقف الآن مع تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ينقلها إلينا زميلي عمر فياض صباح الخير عمر صباح الخير وإليك أهلا بك وبضيفك الكريم إذن وردتنا العديد من التعليقات من صفحتين على فيسبوك و تويتر وبدأوا مع فيسبوك والتعليقات التي وردت إليها إبراهيم سليمان يقول هل شرب المياه الغزية من بيبسي أو كولا فعلا يؤدي إلى هشاشة العظام وهل عظام الإنسان لها قدرة على حمل أوزان معين أم لا هذه الأسئلة موجهة إذن للضيف و سعد يقول هل نقص الكالسيوم سبب في هشاشة العظام و لماذا عند النساء يكون بنسب عالية تعليق آخر أو سؤال لهذا الحساب باسم الإعلامي أنس يقول مليون إمرأة حول العالم يعانون من مرض هشاشة العظام وبالتالي يتعرضون للإصابة بالكسور ما هو السبب في ذلك؟ هل هو نقص الكالسيوم أم يوجد سبب آخر؟ نذب إذن لسؤال آخر يقول كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام؟ التعليق التالي لأحمد السامع يقول في أي مرحلة يكون الإنسان أكثر عرضة لهشاشة العظام؟ السؤال التالي لعبد الرحمن ما هي الأسباب الحقيقية لهشاشة العظام؟ و كيف يمكن تجنب هذا المرض؟ التالي من الآراء يقول هل صحيح أن المشروبات الغزية تسبب هشاشة العظام؟ و إذا كان الجواب صحيح هل يؤثر على من هو مصاب بكسور أم ماذا؟ السؤال التالي هل لمرض هشاشة العظام علاقة بمرض الروماتيزم؟ و ما هي كيفية علاج مرض الروماتيزم الالتهاب المفاصل؟ التالي لسومية محمد تقول هل هشاشة العظام تؤدي إلى كسر العظام من أي إصابة خفيفة أو أنه ليس لها علاقة بهشاشة العظام؟ و ما هو مرض هشاشة العظام؟ و هل الحليب والبيض و فيتامين دال كافي لعلاج بداية هشاشة العظام؟ ندب إلى سؤال آخر ليوسف يقول ما هي الوجبات التي يستحب أكلها في حال الإصابة بمرض هشاشة العظام؟ ربما هناك بعض المأكولات تخفف من الألام أو ما شابه ذلك الآن ننتقل إلى تويتر و بعض ما عليه من الأسئلة أيضا حميد يقول كيف يصاب المرض فيه و ما هي أعراضه؟ السؤال التالي هل يمكن أن يكون مرض هشاشة العظام وراثي أم ماذا؟ السؤال التالي هل نوع التغذية في الطفولة له علاقة بها شاشة العظام؟ أيضا من عند الأطفال منذ التربية منذ الصغر طاهر يقول ما هو علاج هشاشة العظام؟ وهذا السؤال ما هي أعراض هشاشة العظام؟ أيضا موسى يقول هل الروماتيزم من هشاشة العظام له مع علاقة ببعض أم ماذا؟ يقول ما هي الوسائل الممكنة التي تحمي الإنسان من هشاشة العظام؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى هشاشة العظام؟ حميد إذن أول أسئلة تويتر إذن أغلب الأسئلة متشابهة ولكن هناك أسئلة ربطت موضوع إصابة النساء بشكل أكثر من شاشة العظام لك هذه الأسئلة شكرا لك عمر ودكتور قبل أن نتابع في العلاج نستعرض أسئلة المشاهدين الجميع ركز على عنصر الوقاية وحضرتك ركز أيضا عن عنصر الوقاية لما له من أهمية هل هناك وقايات أخرى كما تفضلت زيادة عنها للوقاية من هذا المرض؟ نعم، الغرض من الوقاية هو تكوين كتلة كبيرة من نسيج العظام ينفعنا في سن الكبر الوقاية تكمن في أخذ كميات الكافية من الكالسيوم وفيتامين دي يعني إنسان في سن الطفولة في الطفل الصغير يحتاج حوالي 800 جرام كالسيوم وحوالي 499 واحدة فيتامين دي في سن البلوغ والفترة النمو السريع يحتاج أكثر حوالي جرام ونص كالسيوم وحوالي ألف واحدة فيتامين دي كذلك الحوامل يحتاجه كميات أضعاف ذلك وهو الشخص البالغ يحتاج حوالي جرام كالسيوم وحوالي ألف واحدة فيتامين دي يوميا فلابد إعطاء الجسم هذه الكمية كي يقوم بعملية بناء العظام الشيء الآخر المجهود البدني أو العضلي فكلما كان الإنسان أكثر راحة كلما أدى ذلك إلى ضعف في عظامه وبناء عظامه ولذلك نجد أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال مجهود أو عضلية أو رفع أحمال يكون عظامهم أقوى من الآخرين وكذلك نلاحظ مثلا أن رواد الفضاء الذين يصعدون الفضاء فترات طويلة ينخفض فيها الضغط جو إلى الصفر تقريبا بعدما يهبطون يكون عندهم هشاشة عظام شديدة نظر لعدم تحمل عظام أي ضغط وبالتالي الوقاية تتمثل في أخر الكمية الكافية من الكالسيم وفيتامين دي بناء الرياضة التعرض لأشعة الشمس خاصة فترة الشروق الغروب وبطريقة مباشرة ليس من وراء زجاج أو نوافر لازم يكون مباشر منه للشمس مباشرة كذلك الوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى هشاشة العظام يعني مثلا طفل مصاب مثلا أو شخص مصاب بمصر البولي السكري أو ارتفاع فراز الهرمونات مثل الغدة الكرارية أو التجار الكرارية يجب الاكتشاف هذه الأمراض مبكرا وعلاجها كي لا يؤدي مستقبلا إلى هشاشة عظام الأطفال مثلا أو الناس عندهم مرض روماطايد بعض الناس اللي بيستخدموا العقارات بصورة غير أمنة زي الناس بتعملوا عقار الكورتزون الذي يسمى أحيانا بعقار الجمال وكان بعض الناس بيستعملوه أنه يؤدي إلى امتلاء الجسم أو يؤديهم منظر أفضل لكن مع الوقت يؤدي إلى هشاشة عظام كذلك المرضى لدينا استعمال أدوية مثل أدوية الجلطات الإحبارين وزي الكولوسترامين اللي عندهم زيادة في نسبة الكولوسترول أو اللي يتعج من أمراض أخرى يجب الاهتمام بهم وعلاجهم بطريقة سليمة حتى لا يتعرضوا إلى هشاشة عظام في سن مبكرا دكتور بعض الأسئلة تطرقت هل هناك علاقة بين هشاشة العظام ومرض الروماتيزم الذي يصيب العظام مرض الروماتيزم أو الروماتايد يؤدي إلى هشاشة العظام بأكثر من طريقة الطريقة الأولى المرض في حد ذاته يؤدي إلى هشاشة العظام ثانيا يؤدي إلى قلة نشاط المريض نتيجة التهاب المفاصل وبالتالي يؤدي إلى ضعف العظام ثالثا الأدوية المستعملة في علاجه سواء كانت مثبتات المناعة مثل الميثوتراكسيت مثلا أو سواء الكورتيزون يؤدي ذلك إلى هشاشة العظام يعني هو من كذا طريق يؤدي إلى هشاشة العظام في الناس المصابين بمرض الروماتيزم عند اكتشاف الإصابة دكتور كما تفضلت هناك صور تبين أن الشخص مصاب في البداية هل هناك درجات من هذا المرض تبدأ خفيفة وتزيد حدة أو شدة هذا المرض؟ مرض هشاشة العظام يبدأ بضعف العظام أي ضعف في العظام ثم يزداد حتى يصل إلى درجة الهشاشة التي يكون عندها العظم سهل الكسف ولا يمكن أن نحكم أن شخص قد أصيب بهشاشة العظام إلا بعد فقدان حوالي 30% من الكتلة العظمية المتواجدة في جسمه بمقياس اللي هو أشارنا ليه سابقاً اللي هو الجهاز الدكسا إذا وصل الإنسان إلى ثلاث درجات بالسالب عن المعدل المحتاد يكون مصاب بهشاشة العظام أما إذا كان من واحد إلى ثلاثة فهو اسمه ضعف العظام يعني بدأت يحصل ضعف العظام إذا تخطى مينس ثلاثة سالب ثلاثة يكون قد أصيب بهشاشة العظام بالنسبة للعلاج هل يختلف من الدرجة الأولى كما تفضلت من واحد إلى ثلاثة حسب هذا المقياس أو بعد رقم ثلاثة فعلاً أصبح مصاب بهذا الهشاشة العلاج هنا طرق العلاج مختلفة العلاج واحد وهو العمل على زيادة كتلة العظام وتقليل خلخلة الكالسيوم من العظام كيف يتم ذلك؟ طريق الأدوية أو؟ بالطريق الأول شيء العادات الغذائية الصحية دي أهم شيء إن دي اللي بتأمن لنا دخول كميات كافية منها الكالسيوم ووصلها إلى العظام نعم ده منه فيه كذا نوع يعني فيه ألندرونيت، إيتيدرونيت نعم دي بيأخذ منه فيه اللي بيأخذ يومياً فيه أسبوعياً فيه شهرياً فيه أدوية زي الاسترونشيوم رانيليت، ده بيعتمد على تنشيط مستقبلات الاستروجين في الجسم نعم كذلك الأدوية الاستعاضية يعني زي مثل السيدات اللي عندهم نقص في هرمون الأنثوي نتيجة إجراءة جراحة أو زي جراحة مثلاً استعصال المبيض أو حدوث انقطاع الطنس مبكراً أو في الرجال اللي يعانوا من نقص الهرمون الذاكري يتم تعوضهم باستعمال هرمونات أو بدائل الهرمونات حتى لا تحدث مشاكل صحية لتجاستعمال هذه الهرمونات نعم، ولكن لا يمكن اعتماد على الناحية الدوائية فقط كما تفضلت ولكن يجب أن تكون متكاملة أيضاً مع النواحي الأخرى الغذائية نعم، هي في بعض الوقاية أساساً تعتمد على النواحي الغذائية العلاج يعتمد على النواحي الغذائية والدوائية نعم يجب أن نجمع بين الاثنين أنني أعطي له كمية كالسيم وفيتامين دي كافية وفي نفس الوقت الدين الأدوية التي تساعد على محافظة على كتلة الغذائية الموجودة ومنع تخلق الكمية أكثر من الكاتسيوم من العظام نعم، شكراً لك دكتور على كل هذه المعلومات وبهذا مشاهدين ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا الدكتور أحمد التونسي استشاري طب وجراحة العظام كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة ونتمنى لكم صباحاً جميلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة